وده بيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لنا وكأن المواسم دي مواسم جاية عشان حاجة مهمة مواسم للتربية وعشان كده في فرق ما بين المواسم دي ومسلا والصلاة الصلاة بتعمل ايه؟ الصلاة مشيه في طول الحياة لكن المواسم دي بتيجي كده عشان تنزل في عمق الانسان يبقى المواسم دي رمضان ينزل في عمق الانسان موسم الحج والعشم ينزل الحجة ينزلوا في عمق الانسان يتعلم حاجة كده حاجة تبقى تدخل في قوله تعالى يثبت الله الذين امانوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخر يبقى نثبت المواسم دي بتيجي عشان تثبت حاجة فينا وييجي هنا السؤال بقى ايه اكتر حاجة او اكتر شيء بنعانيه في الوقت ده عشان ييجي الموسم ده عشان يثبتنا ويخلينا نتغير فيه تلاحظ ان كل واحد فينا كل واحد من الناس نلاقي اصابهم شيء من ايه من فقد الاخلاق او شيء من الاضطراب النفسي فمنتعامل مع الناس وكأننا في مواجهة للاخطار الناس ما بقش حاسة في الامان مع بعض ده اما واحد شايف انه هو يتعامل مع الناس مضطربين نفسيا او حاسة انه هو بتعامل مع الناس بتأذي طب هل لما بتتعامل مع نفسك مش بتحس انك برضو بتتعامل مع شخص خطر عليك او الله نعرف ناس كتيرة حاسة انها بقت خطر على نفسها خطر على نفسها بالافكار باللواب يفكر فيها خطر على نفسه بمعاصيه خطر على نفسه كمان بالاحباط وباليأس وخطر مش بتحس في بعض الاحيين انك اصبحت خطر عليك وان نفسك الامارة بالسوء اصبحت ترهقك وتستنزفك بالافكار وبسوء الاخلاق وبإفساد العلاقات بينك وبين الناس وساعات بالحقد وساعات بالانتقام وساعات بديء الافق وساعات بسوق الظن موسم الحق بقى بيجي وهو موسم كبير بيستمر عدة اشهر نعمل فيه ايه عشان نتعرض لنفحاته يبقى تعالوا نتفق الاول ان كل موسم ممتد هو موسم للتربية موسم للتسكاة موسم للتعليم ايه بقى الموسم ده وتجي عشان يعلمنا ايه او تعالوا نقول عن خلي الموسم السنة دي فاكرين لما احنا في رمضان خلينا الموسم موسم السلام رمضان كله كان بيعلمنا السلام ايه بقى اللي احنا هنتعلمه هنا حجيج او مقيمين هنتعلم ايه مش بنتعلم اساس مهم اوه في حياتنا بيقول ايه الاساس لن تحصل تحصل حلاوة الايمان الا اذا كنت من اهل الاتزان يعني ايه مش هتقدر تلوء حلاوة الايمان حتى تكون متزنا سلاس من كنا فيه ذاق حلاوة الايمان ان يحب المرأة لا يحب الى الله ده ده متزن ده فلذلك لازم يبقى عندك ميزان لازم تحط نفسك ميزان هذا الميزان هو اللي يخليك تكون مستقر ساكن هادئ فده اللي لازم تعلمه وده تعلمناه من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وحدكم حتى يكون الله ورسوله واحب إليه مما سواهما يعني ايه الانسان مش هيقدر يعيش الحياة بشكل متزن الا اذا كان عنده ده فمسلا رجل قاعد مع زوجته وقاعد يفكر في الماضي من غير ما يعيش في نور واجعل بينكم مادة ورحم هل ده من اهل الاتزان قاعد بيشوف هي عملت ايه وعايش في الماضي ومش قادر يشوف ان هي نضجت واتغيرت ومستعدة ان هي تكون احسن فعايش هو في الماضي وسببها هي تعيش في الحاضر في ايه اللي حاصل فبقت فيه هو وفجوة بينهم وما الاتنين وده مبتزن او حد مثلا بيتعامل مع احلامه كلها ان هي بيختبر بيها الله سبحانه وتعالى وما ياخدش بالاسباب قاعد كده انت ما بتقومش ما تخدش بالاسباب ما تتهدش ليه ما بتبذلش اكتر انت عندك حلم ما تبذلش ليه قال ما مش ربنا بقى مستنى ربنا يقدر هو ده متزن يعني انت تحس كده وانت بتسمع كلام الرجل ده هو متزن ولو اتزن لو وجد نعمة ربنا سبحانه وتعالى في عينه ولو اتزن لا شعر بالامتلاء ولا شعر بالرضى لكن في نفس الوقت هو مش عايز يسعر بالرضى انسان طول الوقت شايف نفسه انقص من الناس وانه هو مستحق اكتر من كده الشخص اللي عايش في المظلومية ده هو ده شخص متزن وكتار اول اللي عايشين في المظلومية دول ومع ان الله سبحانه وتعالى علمنا ان الله سبحانه وتعالى لا يظلم وانه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه